الشيخ خميس الخنجر ابنكم ودائما يقف معكم والنازحين اللي مروا بعذابات النزوح قبيل احتلال داعش الارهابي للمدن والمحافظات العراقية ومن بعدها يشهدون لله سبحانه وتعالى قبل الحديث للبشر وفي هذه الايام المباركات المفترجات كيف وقف الخنجر من ماله كرجل اعمال عراقي لا شرقي ولا غربي وابن الفلوجة وابن الانبار مثل ما ابن بغداد وابن كل العراق وقف ويا النازحين ويا المتضررين وقفت رجل في وقت كانت الناس تخرج تنادي بعض السياسيين المتصدرين في حينها المشهد السياسي من الموصل لكن اتخلوا عنهم ومن صلاح الدين لكن اتخلوا عنهم فوقف ابن الانبار كعراقي ويا اهله وناسه وصارت الامور واتغيرت وارسلت الاف البعثات الدراسية الى الخارج لاكمال الدراسة الجامعية ولم يستثني فيها عراقي وانا شاهد على جزء منها كان فيها الشيعي والكردي والعربي والتركماني والسني وابن الرمادي مثل ما ابن الناصرية وابن الكوت مثل ما ابن اربيل من اجل ان يكون العنوان الرئيسي للمشروع اللي اطلقه كمشروع عربي في العراق هو العلم اولا فكان يهدف الى ان النازحين يتعلموا ابنائهم وبناتهم برغم ظروف النزوح وكان يقف معهم كأب وكأخ وكعم وكخال واستمر والكثير من الجرحى والمصابين من النازحين ومن ابناء جيشنا العراقي الباسل كان يرسلهم على حسابه الخاص للعلاج في ألمانيا في روسيا وفي تركيا وفي لبنان وفي الهند ولم يقف في ذلك او يقصر ترجمة نانسي قنقر